اشتركوا في القناة الوزير السغطري يدشن مشروع تأهيل مبنى الاستياد السمكي بعدن امين عام حل حضراموت يدشن الامتحانات الوزارية بمعاهد التعليم الفني بالمكلة ويفتتح مدرسة انسان بغي لبا وزير الشيخ بن حبريش يستقبل في هضبة حضراموت وفود من قبائل الكثير والبحسنين وسط اتهامات متبادلة بين حلف القبائل والسلطة بحضراموت انهيار منظومة الكهرباء في مدن الساحل مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرة اخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة عاد ومن عنوينها الى التفاصيل بعثها رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمية برقية عزة ومواسايلة صهيب عبدالغاني الشميرية واخوانه وكافة فرد عائلتهم بوفاة والد من السفير الدكتور عبدالغاني الشميرية سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية اندونوسيا الشقيقة وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني المشرف بالمجالين الاعلامي والدبلوماسي واعرب العليمي باسمه وعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازي وصادق مواسايلة ليبنى السفير عبدالغاني الشميرية واخوانه وكافة فرد عائلته بهذا المصاب الاليم استقبل الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فيجن ووضع الرئيس العليمي السفير الامريكي في صورة الوضاع الوطنية اقتصاديا وانسانيا التي فقمتها اعتداءات الميليشيا الحوثية الارهابية بضع من النظام الايراني على المنشاة النفطية وسفن الشحن البحرية كما تطرق الرئيس الى اثار الكارثة الطبيعية التي ضربت محافظات حجة والحديدة وتعز ومارب والتدخلات الدولية المطلوبة ليسناد جهود الحكومة في مساعدة المتضررين بحث وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة عدن مع نايم رئيس بعثة طباب لا حدود الفرنسية لدى بلادنا هان المريح الموضوعات المتصلة بتدخلات المنظمة في القطاع الصحية واشاد وزير الصحة بتدخلات المنظمة النوعية والمميزة لاستهداف القطاع الصحيلة في تنيل ان الوزارة حريصة على الاستمرار في تقديم التدخلات العلاجية الجراحية النوعية وتطويرية ناقش اجتماع عقد في العاصمة عدن برياسة وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي خطة عمل اللجنة المكلفة بحصر اضرار المنخفضة الجوية الذي تعرضت له المناطق المحررة في الساحل الغربية والسهرط الاجتماع خطة عمل الفرق المكلفة بالنزول وتنفيذ عمال الحصرة ويعداد تقارير تفصيلية تمهيدا لاتخاذ الاجرات اللازمة لاصلاح الاضرار واكد الاجتماع على ضرورة تنسيق العمل مع سلطات البحرية في الساحل الغربية لضمان تحقيق اقصى قدر من الفاعلية في تنفيذ الخطة والاستفادة من الخبرات المحلية لضمان تنفيذ العمال وفقها على المعايير الفنية واشار الوزير الحريزي لان الفرق الميدانية ستقوم بحصر شامل للاضرار التي لحقت بقطاع المساكن والطرقات والبنية التحتية بشكل عام مشيرا الى ان هذه اليوت تأتي في اطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة دشر وزير الزراعة والريوة الثروة السمكية لواسالم السقطر بالعاصمة عدن اعمال ترميم وصيانة المبنى الاداري لميناء الاصطياد السمكية في مدرية التواهي ضمن مشروع عادة تهيل ميناء الاصطياد السمكية وتطوير الميناء وملحقاته بمبلغ وقدره 35 مليون دولار وتعرف الوزير السقطري الى طبيعة مراحل تهيل المبنى الاداري لميناء الاصطياد وما تشكل اعمال التحديث في صيانة المبنى الاداري من امية مؤكدا ان اعادة التهيل تأتي في اطار الجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة لرفع كفاة عملية الميناء لتعزيز قدراته التشغيلية وبما يصف مصلحة الصيادين والمستثمرين في هذا المجال نحن اليوم نبدأ في عملية صيانة وتأهيل مبنى الاداري لميناء الاصطياد وتأتي مرحلة ما بعده لتأهيل بقية المنشآت الاقتصادية الوحدات الاقتصادية المرافقة للميناء سواء كانت تلاقي المركزية او الوحدات الاصطياد التي تعمل بالمنشآة كذلك نتابع مع الفريق الفني والاختباري والاستشارية الاختبارات الفنية للميناء والقدرات الفنية والقرسانية وإمكانيتها لعادة التدكيق في العملية الفنية وما هو يتم تأهيله وما يتم تغييره لنصل إلى النتيجة النهائية للعمال الفنية مع الشركة الاستشارية للبدء بالعمل بصورة مباشرة وهذا مشروع سلاتيجي ويعتبر ميناء الاصطياد السمكي في عدن من أكبر الموانئ السمكية في الجمهورية حيث يتعدد بعدة أنشطة فيه انتاجية تصنيعية خدمية وهذا سيحقق ويفتح مجالات وافاق للاستثمار السمكي في الاستياد الصناعي والتسويق والتصدير فنحن سعيدين اليوم تتشين هذا المشروع السراتيجي وهذا أولى خطوات الوزارة في عادة الأنشطة الاستثمارية للقطاع السمكي والتصنيع والتسويق وهذا المبنى الإداري الآن الحمد لله والأعمال على غدا موساء والأمور تمشي إلى تمام الآن بدأنا بهذا المبنى وهو المبنى الإداري وبعد ذلك إن شاء الله معنا لترميم الثلاغة ورصيف الميناء والورشة الفنية ومصنع الفيبرغلاس ناقش اجتماع عقيدة في العاصمة عدن برئاسة مدير عام صندوق التقاعد الأمني في وزارة الضاقلية العام يدركو النايف الحميدية مستوى أداء العمل بالصندوق خلال المرحلة الماضية وجهود إعداد ووضع خطة الصندوق للنصف الثاني من العام الجاري وصعرض الاجتماع مستوى سير الأداء والأعمال وإنجاز تلك المهم بما يساهم في تحسين مستوى أداء لدارة العمل التقاعد خلال النصف الأول من العام الجاري والجهود المبذولة في الوقت الراهن للنهوض بالعمل والارتقاب بمستوى لدارة وتطوير يالياته وكذا حزم من المعالجات للصعوبات التي تواجه سير العمل والحرص على تعزيز الأداء والارتقاب العمل والنهوض به وحتى العميد الأيف الحميدية الجميع على بذل مزيد من الجهود الرامية للارتقاب بمستوى العمل وتحسينه دشن الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي بالمكلة لامتحانة الوزارية النهائية بمعهد التعليم الفني المقام بالمعهد التقانية التجاري بفو وخلال تدشين الطالع الأمين العام المدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضر موت الدكتور سالم صالح باجابر على إجراءة سير الامتحانات لمجمل المعهد الفنية بساحل حضر موت وتهيئة لجوال إجرائها للمتقدمين الذين بلغ عدده 208 و40 طالبا وطالبة افتت خلم من العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي ومعه المدير العام لمديرية غلبا وزير سالم العطيشية مدرسة إنسان بمديرية غلبا وزير بتمويل من جمعية إنسان بدولة الكويت الشقيقة وخلال الافتتاح طاف من عام محل المحافظة بمكونات المدرسة التي تتكون من دورين تضم تسع صفوف مع ملحقاتها من قاعات ومختبرات وعبر لمين العام للمحافظة عن امتنان وشكر السلطة المحلية بحضر موت ومكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة وما تقدمه من دعم لمختلف القطاعات التعليمية والتنموية بالمحافظة شهد وكل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العاميري الحفل الختامي والتكريمي لمهرجان النخيل والتمور الذي نضمه مكتب وزارة الزراعة والريا بوادي وصحرائي حضر موت وأشار العاميري إلى أن المهرجان يأتي للفت النظر حول ما يتعرض له النخيل من تجريفه والتوعية بالمخاطر التي توجه هذه الشجرة مؤكدا النخيل والتمور حد مرتكزات الأمن الغذائي بوادي وصحرائي حضر موت هذا واضح العاميري أن المهرجان حضي باهتمام عربي وإقليمي وأشاركت فيه عدد من المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية غرقت مود ساحل حضر موت في ظلام دامس نتيجة انهيار خدمة الكهرباء وسط اتهامات متبادلة بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضر موت في التسبب بلزمة حيث أشارت مؤسسة الكهرباء بالساحل أن النقص الحاد في الوقود أدى إلى تعطل عدد من محطات التوليد نتيجة عدم تزويدها بوقود التشغيل من مادة الديزل الواصل من شركة بيترو مسيلة بسبب التقطعات الحاصلة من جانبهم حمل حلف القبائل والسلطة المحلية وشركة النفط ومؤسسة الكهرباء في حضر موت المسؤولية الكاملة عن الانقطاعات وتشهد مدن ساحل حضر موت حالة غليان بسبب الانقطاعات الكهربائية استقبل رئيس حلف قبائل حضر موت الشيخ عمر بن حبريش في هضبة حضر موت ومعه قيادات وشخصيات حلف قبائل حضر موت وفدا من قبائل الكثير ورحب رئيس حلف قبائل حضر موت برجالات ومشيخ ووجهاء عقال قبائل الكثير وقدموهم إلى هضبة حضر موت لموازرة ومساندة موقف حلف قبائل حضر موت وتبنيه القضايا والمطالب الحقوقية المشروعة لحضر موت وابنائها مشيرا إلى أن قبائل الكثير سندوا أساس لحلف القبائل وحضر موت عامة ومواقفهم سابقة ومشهودة استقبل رئيس حلف قبائل حضر موت الشيخ عمر بن حبريش العلي جمع من وجهاء وعقال قبيلة البحسنية مرحبا بقدومهم إلى هضبة حضر موت لتأييد حلف قبائل حضر موت ومساندة ما اتخذه من مواقف صائبة تصب في مصلحة حضر موت وتحقيق مطالبها المشروعة وانتزاع حقوقها وأوضح الشيخ بن حبريش بأن مساندة مخالف القبائل وطياف المجتمع ووقوفهم إلى جانب حلف قبائل حضر موت تعزز من دوره ومن صلابة منقفه تجاه حضر موت وأهلها وتحقيق المطالب الحقوقية العادلة والمشروع التي تتبنى بدورهم أكد وجهاء وعقال قبيلة البحسنية موقفهم الثابت إلى جانب حلف قبائل حضر موت في السراء والضراء نظم مكتم موتمر حضر موت بوادي وصحراء حضر موت ووقف احتجاجية شعبية حاشدة بمدينة سيون تأييدا لتصعيد هلف قبائل حضر موت من أجل تحقيق مطالب وحقوق بناء حضر موت المشروعة وفي الوقف التي يقيم تمام المنصة الرئيسية بشارع الجزائر بسيون رفع المحتجون شعارات الجامع والحلف حيث ألقى رئيس مكتم مؤتمر حضر موت الجامع بالوادي والصحراء الصالحة التميمية كلمة نهم الحاشد شايرا لهم تلبية الدعوة في هذه الوقفة الاحتجاجية الشعبية التي تعبر عن مطالب ابنوادي حضر موت بمطالبهم المشروعة التي عبر عنها البيانة الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر حضر موت الجامع في يوليو الماضي مشيرا إلى أن حضر موت اليوم تعيش حراكا مجتمعيا وشعبيا كبيرا مناشدا في ذلك البيانة السلطة المحلية بالمحافظة والسلطة العلية المركزية بالدولة بسرعة تلبية ومعالجة وتحقيق تلك المطالب والحقوق لابناء حضر موت وجه الشيخ صالح بن حريس في كلمة مرية له رسالة من هضبة حضر موت إلى التحالف الرئيس والوزراء دعاهم إلى الاستجابة لمطالب حضر موت مضيفا بأنه ليس عليهم عذر في تحقي هذه المطالب هذه رسالتي من الهضبة من عند النفط إلى التحالف وإلى الرئيس والوزراء مطالب حضر موت لابد أن تستجيبوا لها ما لكم عذر اليوم قام الشعب ولا يمكن أبدا مطالب حضر موت كلها لازم تستجيبوا لها نفطنا ما ندري وير يروح ثرواتنا ما ندري الناس ماتت من كل جهة الناس تنادي اليوم بهذا الموت بهذا الفقر لا صحة لا تعليم لا معيشة هذا احنا ما لنا عدو لكن عدونا ذي بيدل احنا وبيدمر احنا هذا العدو وثرواتنا لأبنا حضر موت بإذن الله والمعنويات فوق واليوم الشيخ عمر بن حبريش نزل من على كرسي وكيل ولا يمكن عاد حربا ينزل مثله وقام قدام الشعب وينادى عند النفط وقال حقوق حضر موت وإحنا مساندينه بكل قوة هذه حضر موت ولا تقولون اللي يقول حضر موت قده ما با يعمل واللي يتغنون بحضر موت نباهم يحضرون في الميدان ما هو يتغنون في البرايد ومعا حضر موت ومعا حضر موت وهم ضد حضر موت دشينا في مكتب لوقاب بمدرية الشحر المرحلة الاولى من الادخالات التقنية الرقمية للمكتب من الارشف الالكترونية والنظام المحاسبية وفق الخطة العامة لتطوير العمل داخل مكتب لوقاب الشحر وتشمل المرحلة الاولى لإدخالات الارشفية والنظام المحاسب وتشمل المرحلة الثانية إدخالات ما تبقى من البياهنات الرقمية للمكتب لمواكبة التطورات والعمل وفق ما تقتضيه البصلحة العامة والعمل بالنظام الالكتروني بدأت صباح اليوم لاحظ حملة لإجراء الفحص الفني لمركبات نقل البضايع العاملة بمدينة المكلة من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فريح حضرموت المكلة بالتنسيق مع السلطة الباحلية بمحافظة حضرموت عبر إدارة الأمل والمرور بالمحافظة لإخضاع المركبات للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات واشتراطات محددة على أساس فنية وهتاتي البرحلة الأولى في إجراء الفحص الفني لمركبات نقل البضايع العاملة في ميناء المكلة ضمن مكاتب النقل البري المرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فريح حضرموت المكلة على أن تشمل المراحل القادمة جميع مركبات النقل البري للمشتقات النفطية والمواد المبردة وكذلك فحص حافلات شركات الركاب وإيقاف الحافلات غير المهلة لنقل المسافرين توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تأثر مناطق متفرقة بأمطار رعدية وريح شديدة خلال 72 ساعتنا القادمة وذلك بحسب ما بيانته صور الأقمار الصناعية ومخراجات النماذج العددية العالمية المختلفة ورصد السطحية وطبقات الجو العليا وأشارت النشر التحذيري صادرة عن المركز لاحتمال لاستمراره طول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوبة بالبرد على المرتفعات والمنحدرات والسهولة الساحلية الغربية واستمراره طول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية على إزام صحاري ومرتفعات وهضاب وسواحل محافظات الجنوب استقبل الأستاذ علي الكثيرية القائم بأعمال رئيس المجلس الانتغالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية اليوم الأحد وفد من منظمة هاند كاب انترنشلان الدولية واستمع الكثيري خلال اللقاء من السيد ريشما عزمي المدير القطري للمنظمة إلى شرح نوافد عن تدخلات المنظمة التي تقدمها في مجال العملية الطبي والتوعوي والدعم النفسي في العاصمة عدن ومحافظاته لاحجوا بقية المحافظات المحررة والمساعدات التي تقدمها للدوية لعاقم ضحايا الحرب وجرح الألغام والنزاعة والكوارد التقى الأستاذ علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتغالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ مياد أحمد سالم رئيس نقابة مطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة عدن والأستاذ محمد النهدي رئيس نقابة مطابع الكتاب المدرسي مع الكثيري خلال اللقاب من رئيس نقابة عدن وحضراموت إلى شرح مفصلة عن نشاط العمل بالإدارات العامة والأقسام بالمؤسسة وفروعها بالعاصمة عدن ومحافظة حضراموت والجهود التي بذلت لإنجاز الخطة الطباعية والإنتاجية للكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم أكد الأستاذ علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتغالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية على ضرورة تفعيل العمل الإعلامي بمحافظة لحج واستعادة دوره التنويرية لمواجهة الحملات الخبيثة والمغريضة التي تستهدف غضية شعب الجنوب ولحمته الوطنية ونسيجه الاجتماعية جاء ذلك خلال لقاهي سعدان اليافعي مدير مكتب وزارة الإعلام بمحافظة لحج حيث استمع منه إلى شرح وافعا للوضع الإعلامي بالمحافظة والجهود التي يبذلها مكتب الإعلام لتفعيل دور وسائل الإعلام الرسمية وفي مقدمتها إذاعة الحج المحلية والإشراف المباشر على أداء عملية بما يخدم المصلحة العامة لأبناء الحج نضمت إدارة الإعلام والثقافة بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتغالي الجنوبي لشؤون مدريات وادي وصحراء حضراموت ندوى موسعة تحت عنوار رؤية الإعلام لقضية شعب الجنوب احتضنت حضورا بارزا من شخصية الإعلامية والسياسية بوادي وصحراء حضراموت حيث رحب محمد الزبيدي رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتغالي الجنوبي لشؤون مدريات وادي والصحراء حضراموت بالحضور جميعا منشيرا إلى أن الإعلام الجنوبي قدم قافر من الإعلاميين والشهداء الذين نقلوا صورة الجنوب ووصلوا صوته إلى العالم واليوم الدور على الإعلاميين كبير وهم قادرون على تحمل هذه المسؤولية نظرا لتضحياتهم الكبيرة مضيفا إلى أن الإعلام الجنوبي نقل صورة الجنوب إلى الخارج وكان دور الصحفيين بارزا تشهر محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة معرض الكتاب الذي تقيمه جامعة المهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب بصالة الرياضية المغلقة بمدينة الغيظة وطاف المحافظ بأجنحة المعرض وجانب من الإصدارات والفعاليات الأخرى المصاحبة منويهم الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة الجامعة في عملية الإعداد والتحضير للمعرض والتواصل مع عدد من دور النشر والجامعات والمكاتب العلمية من عدة محافظات ومن خارج اليمن مؤكدا استمرار دعم السلطة المحلية وتقديم كافة تسهيلات الهزيمة للجامعة ورعاية مختلف انشطتها ومثمنا دور المكتبات ودور النشر المشاركة في هذا المعرض افتتح محافظ شبو الشيخ عوض بن الوزير مشروع التوسع الجديدة لمبنى غسيل الكيلة بمدينة عتقب التي تجاوزت تكلفتها 300 ألف دولار على نفقة فاعل خير وقدم مدير المركز سرحا متكاملا للمحافظ عن مكونات مشروع التوسع التي تضمنت إضافة الدورة الثانية من المبنى وتزويدي بمصعد كهربائي وسبعة أجهزة غسيل كيلويم عشرتها لافتة إلى باستفادة 103 مرضى من خدمات المركز وبإجمال جلسات غسيل شهرية تصل إلى 950 جلسة وشاد المحافظ الشيخ عوض بن الوزير بتكامل مشروع توسعة المركز لافتا بحاجته لها مجددا على تأكيد اتمام قيادة المحافظة بكافة المراقز التخصصية بالمحافظة دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبو عبدربو هشل الدور الأول من مسابقة مجاز شبو في القرآن الكريم بمشاركة 13 متسابقا ونقل للمين العام هشل تحية محافظة المحافظة الشيخ عوض بن الوزير المتسابقين مؤكدا اهتمامه بحفظ كتاب الله ودعم مسيرة بحارهم في علومهم منوهم بتميز المركز في خدمته على المستوى المحلي والوطني لافتا بنجاح تجاري بفرعية محافظة القرآن الكريم والاحتفاء بحملة مشاعلي بين النشي والشباب افتتح وكلم حافظة شبو محمد الفاطمي ومدير عام مديرية بيحان محمد شيخ مدرسة الجودة للتعليم الأهلي بالمديرية والمكونة من روضة أطفال والفصول الأربع الأولى من التعليم الأساسية ورحب الوكيل الفاطمي والمدير شيخ بافتتاح ثاني مدرسة للتعليم الأهلي بمديرية بيحان المعروه بكثافته السكانية ونوها بالتزامن وافتتاحها مع إطلالة العام الدراسي الجديد داعيان إلى توسعة فصولها الدراسية لتشمل المرحلة الأساس من التعليم العام لافتان بدور التعليم الأهلي في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية اختتم في الإدارة العامة لصندوق صيانة الطرق والجسور في المركز الرئيسي بالعاصم عدن البرنامج التدريبية الخاص بتاهيل موظفي الصندوق والعملين فيه حول الصحة والسلام المهنية لتزويدهم بمهارات عملية تمكنهم من الحفاظ على بيات عمل صحية واملة واستهدف البرنامج تدريب 40 موظف وموظفات جرى خلاله تقديم برنامج شامل على السلامة المهنيات على مدى 5 أيام حيث هدفت إلى خلق ثقافة صحية مساهمة في بناء سلوكيات تدعم انتاجية الصندوق الصحية وجرى بالختام تكريم الموظفين المشاركين شهدت مناطق متفرقة في محافظة مارب وطول أمطار غزيرة استمرت لساعات ما أدى إلى تضرر الكثير من مخيمات النازحين وقالت مصادر محلية إن مجموعة كبيرة من المخيمات تعرضت لأضرار كبيرة جراه طول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول إلى داخل المخيمات مؤكدا أن سيول الأمطار تدفقت بشكل كبير إلى مخيمات بعض الأسر وما دفعها إلى الانتقال إلى مخيم آخر وسط حالة يرثل مشهيرة إلى أن النازحين وجهوا ندال الصغاثة العاجلة إلى الوحدة التنفيذية لدارة مخيمات النازحين والسلطات المحلية بما رب التدخل العاجل لإنقاذهم ولكن لا حياة لمن تنادي حتى اللحظة شيعت ميليشيا الحوثي جثابين عدد من قيادتها العسكرية البارزة في صنعان لقوا مصرعهم بصورة غامضة وبحسب وسائل إعلام حوثية أكدت أنه جرى تشياء أربع من قياداتها قالت إنهم لقوا مصرعهم في جبهة القتال هذا وتشهد محافظات يمنية عدة وقيعات تحت سيطرة الميليشيا الحوثية عملية تشهيع يوميا عناصر وقيادات ميدانية موالية للجماعة في ظل التصعيد العسكري المتواصل الذي تنتهجه هذه الميليشيا المدعومة من إيران وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلية وأمر الإخلاء القصري في مناطق مدينة خان يونس جنوب قطاع قزة بينما نسفته عدد من المنازل غرب مدينة رفح جنوب القطاع وطالب جيش الاحتلال المواطنين والنازحين المتواجدين في حي الجلال معروب بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا كما جدت مطالبة المواطنين في أحياة جديدة من مركز مدينة خان يونس بإخلائها قصرا وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمباني سكنية في الحياة الغربية إن المدينة هذا هو تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوانا منذ السابع من تشرين الأول ما أسفر عن استشهاد تسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وتسعين مواطنين وإصابة واحد وتسعين ألف وسبعمائة واثنين آخرين فيما لا يزال ألاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني للوصول إليهم مشاهدين الكرام إليكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من هنبا الرئيس العليمي يدعو إلى إسناد دولي للجهود الحكومية في مواجهة آثار المتغيرات المناخية في اليمن الوزير الصغطري يدشن مشروع تأهيل مبنى لاستياد السمكي بعدن أمين عام محل حضراموت يدشن الامتحانات الوزارية بمعاهد التعليم الفني بالمكلة ويفتتح مدرسة إنسان بغي لبا وزير الشيخ بن حبريش يستقبل فيها ضبط حضراموت وفود من قبائل آل كثير والبحسنين وسط اتهامات متبادلة بين حلف القبائل والسلطة بحضراموت انهيار منظومة الكهرباء في مدن الساحل مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشراتنا لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية دمتم بحفظ الله ورعاهته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة